اشتركوا في القناة وتغلقوا عند الاتعاد عنها ويمكنك تخصيص ذلك من خلال الاعدادات او استخدام المستشارات على يد الباب للاغلاق وخلف يد الباب للفتح اضواء ترحيب على ايد الابواب الاربع عند فتح المركبة وعند فتح باب السائق يظهر شعر الشركة لترحيبه على شاشة السائق للتشغيل اضغط الفرامل ومفتاح التشغيل مقود كهربائي تكيفي بمفاتيح متعددة الوظائف ويمكن التحكم بارتفاعه وقربه يدويا علبة تروس الكترونية آلية بسبعة سرعات وكلتش مزدوج DSG اسحب لاسفل مرة اخرى لتفعيل الوضع الرياضي واسحب البدالات مرتين لتفعيل التبديل اليدوي نصف دفعة للوضع المحايد وللأمام للريفيرس تنبثق الكاميرا الخلفية من شعر فولكسفاقين والآن لنشغل الأضواء الأمامية الآلية التكيفية من خلال هذه اللوحة التي تعمل باللمس ومصابيح الضباب الأمامية والخلفية والغمازات جميع النوافذ آلية من خلال الضغط الثانية على الأزرار تنبيه بخروج المفتاح من المركبة واستمرار تشغيلها التحديث الجديد لشكل الغلف يسمى MK8 وبحسب خبير السيارات سيان كارسون من أوتو ديلي فإن الـ MK8 هي أفضل إصدار منذ نشأة سيارات الغلف من جميع النواحي فهي تقدم توليفة متكاملة من متعة القيادة والعزم الذي لا ينقطع حيث تبدأ قوة العزم من 1500 لفة محرك فقط الأضواء الأمامية بتكنولوجيا IQ Intelligent Quantum أي الإضاءة الكمية الذكية بتقنية الماتريكس تحتوي على إجمال 256 LED في كل ضوء منها ولكل منها وظيفة خاصة كما يظهر في الصورة ما يمنح إضاءة ليلية رائدة تمنع أذية سائقي المركبات في الجهات المقبلة وتضيء جوانب الطريق بصورة ملفتة يبلغ طول السيارة 4.2 متر وعرضها 1.7 متر ووزنها الإجمالي 1.8 طن ويسمى هذا اللون بالمونستون جريه أو حجر القمر الرمادي عجلات بمقاس 18 إنش مزودة بمكابح مبردة ونظام تعليق تكيفي الأضواء الخلفية LED بغمزات حيوية مساعدات الاستفاف الخلفية يتسع صندوق المركبة لـ 381 لترا مكعبا وبعد ثني المقاعد يصل حجم الصندوق لـ 1237 لترا مكعبا والآن لنتفقد المحرك محرك المركبة هاجين بنزين وكهرباء بسعة 1.5 لتر تيربول يولد قدرة حصانية تعادل 150 حصانا معزم دوران 250 نيوتن في المتر وبطارية ليثيوم آيرون بقدرة 93 كيلوواط وجهد كهرباء 48 فولت تزود أنظمة السيارة الكهربائية بالطاقة وتزود كذلك محرك كهرباء خفيف الوزن بالطاقة اللازمة لتعزيز قدرة المحرك البنزين يتسع الخزان لـ 50 لترا وتقول الشركة أن السيارة تستهلك 4.6 لتر فقط لكل 100 كيلو متر مقعد السائق كهربائي يمكن ضبطه بـ 12 حركة وقطع يدوية لدعم منطقة أسفل الأرجل ومن هنا لضبط دعم منطقة أسفل الظهر ويحتوي المقعد على ثلاث ذواكري تخزين طولي 1.8 متر وبعد ضبط مقعد السائق ليناسبني أدية مساحة راحة ممتازة في الخلف مسند يد وحاملات أكواب وفتح التمرير من الصندوق الخلفي الشاشة الوسطية وأزرار التحكم بها تعمل باللمس خلفيات لأشكال متعددة من الساعات هنا لتشغيل الشاشة جبل النار ستبقى ناراً وحمم نار وبركان شاشة الراديو والمالتي ميديا والبلوتوث وهنا الزر للعودة لقائمة الرئيسة الهاتف والمالتي ميديا والنظام الملاحة آخر الوجهات والوجهات المفضلة شاشة المركبة وقائمة حالة المركبة تظهر ثلاثة تقارير واجب الانتباه لها مثل طلب استبدال بطارية المفتاح وضرورة إضاءة الأضواء وغيرها من الإشعارات الميكانيكية والكهربائية هنا قائمة المركبة وتنقسم للضبط الداخلي والخارجي ضبط المرايا والإضاءة والعجلات الداخلية مثل قمرة القيادة والإضاءة الداخلية بنظام الداكني والصاطع قائمة معلومات الاستهلاك منذ بدء التشغيل وعلى المدى الطويل ومنذ إعادة تعبئة الوقود وكذلك عدة شاشات أهمها أندرويد أوتو وأبل كار بلاي وغيرها هنا شاشات بتفضيلات واختصارات ومن هنا لإظهار إشعارات الشاشة الوسطية للدخول لشاشة التكييف اضعط هنا ومن هنا للتشغيل ويتم التحكم بالتكييف من خلال الشاشة الوسطية ذاتها بثلاث أنظمة وهي الذكي والكلاسيكي ونظام الاهتمام بالهواء النقي من هنا للدخول لشاشة مساعدات القيادة وتفعيلها وتحتوي المركبة على جميع وسائل مساعدات القيادة الحديثة ويمكن كذلك الدخول لشاشة التكييف من هنا ومن هنا للدخول لشاشات مساعدات الاصطفاف وتشمل الاصطفاف الآلي هنا منطقة تخزين تدعم الشحن اللاسلكي للهواتف هند بريك إلكتروني وخاصية الثبات الآلي حاملات أكواب ومدخل USB Type-C مسند يد يمكن التحكم بارتفاعه على الجهة اليمنى من المقود التحكم بالأوامر الصوتية من خلال قوله ستخبرك السيارة بالأوامر المعرفة على النظام والتي يمكنك استخدامها من هنا للتنقل بين الشاشات ومن هنا للتنقل بين القوائم وكذلك للانتقال للقسم الثاني من الشاشة ومن هذا الزر لتغيير طريقة العرض بشكل كلي تفعيل تثبيت السرعة التكيفي والرادار الأمامي والملتي ميديا اتصال الطوارئ S.O.S جميع الأزرار هنا تعمل باللمس سقف بنوراما كهربائي وستارة شمس يدوية ستارة شمس مع مرأة وإضاءة وبهذا نصل لختام مراجعتنا لأشهر سيارة هاتشباك في العالم شكرا جزيلا لدعمكم ومشاهدتكم الطيبة شكرا جزيلا لدعمكم ومشاهدتكم